موسيقى موسيقى الطائرات الخاصة بالأعمال والحكومات وأمام النجاح الذي شاهدته هذه الطائرات قررنا أن نجمع كل الوحدات التي تشتغل في هذا الميدان تحت نفس المظلة وسميناها أرباس كوربريجات يعني أرباس الطائرات الخاصة وهذه شركة توازمة عندنا في أرباس يسمى أرباس ميدري أرباس طيران العسكري وهذه الوحدة ستكون مخصصة للمبيعات والدعم والتصنيع والتصوير وهذه الطائرات من هذه الوحدة إلى حد اليوم باعنا 170 طيارات وبتكوين هذه الوحدة الجديدة نترقب أن نبيع أكثر وهتكون مبيعات عدد مبيعات أكثر ثم هذه المبيعات لحدنا وصلنا إلى 110 طائرات من طراز 320 320-319-318-320 وتقريباً ستة طيارة كبيرة الحجم 330-340-350-380 هذه المبيعات الحاصلة الآن هذه المبيعات خلال العام الجاري؟ لا لا هذه من الأول ما بدأنا المشروع لأن الطائرات الخاصة هذه لا تباع بالعشرات إلى كل سنة إلى 15-12-20 هذا يكون تقريباً جيد ونفس الشيء البوينغ لأن عدد طائرات ما هو كبير الآن فيما يخص ترقباتنا في هذا الميدان مبيعات الطائرات الخاص في سنة 12 وسنة 13 و14 في ترقب أن يصل لعدد يعني إلى 20 طائرات تقريباً سنوياً وهذا عدد يعتبر رقم طيب يعني بمقارنة بالباضي خاصة أننا مرنا بأزمة والحمد لله خرجنا هذه الأزمة بسلام والحمد لله مر في التحسن رغم المشاكل في العالم ومشاكل في العالم عربي بالحديث عن الأزمة العالم العربي يمر أو هناك ربيع عربي في العالم في منطقة الشرق الأوسط هناك زلزال في تركيا زلزال اليابان الأزمة المال الأوروبية والأزمة المالية الاقتصادية العالمية كيف أثر هذا على قطاع الطيران؟ فيما يخص المشاكل التي مرت به العالم هذه السنة الزلزال تركيا أثر ولكن لم يكن حقيقة تأثير كبير اليابان لا نستطيع أن نقول فيه تأثير لحد الآن الربيع العربي بالطبع هنا تتكلم على موضوع شركة طيران مشتران خاص شركة نقل الطيران الربيع العربي كان فيه تأثير بالطبع فيه تأخير بعد تسليم طائرات لبعض الشركات وفيه تغيير للمخطط الأساطيل في بعض البلدان ولكن لا نستطيع أن نقول رغم كل هذا الأمور أحسن ما كنا نتوقع ثم جاءت الأزمة الأوروبية والأزمة المالية ولكن 2011 بتكون أحسن سنة في المبيعات لأرباس لأننا وصلنا لحدنا أكثر من 1300 طائرات تباع وهذا رقم قياسي ما لم يسبق أن نصل له في السابق ألا أحنا ولا بوينغ يعني الأول مرة يعني رغم الأزمات لعالم الطيران بخير يعني شيء هذا ممكن يكون غريب ونسبة التساءل كيف هذا ولكن هذا الوضع الحالي ميدان طيران في خير وعدد المبيعات أحسن ما يمكن ما بنا وما بويغ مش نوصل أكثر من 2000 طيار ما هي أكثر دولة في منطقة الشرق الأوسط والخليج طلبا للطائرات؟ الإمارات العربية المتحدة بدون شك إذا كان اعتبرنا إمارات والاتحاد العربية وفلاي دبي ما شاء الله تفوق حجم طلبياتها أكثر من 500 طائرة لو حسبنا الكل مع بعض وهذا يفوق حتى طلبيات الشركات الأوروبية أو عالمية وبدون شك الإمارات العربية هي أكبر الدولة في منحية الطلبيات في ميدان طيران سؤال أخير تقييمكم لمعراض دبي للطيران معراض دبي من أهم معارض في العالم هو بعد تقريبا باريس وفارنبور يكون ثالث معارض من ناحية الحجم وتدريجيا أصبح فات كل المعارض الأخرى في سنجابورة أو في روسيا أو في بردين ولذلك من أصبح من واجب كل شركة الصانعة في العالم أن تكون حاضرة في دبي ولكن نحن كنا سباقين لأننا كنا من الأولين اللي جئنا إلى معارض دبي في 1989 وشاركنا في بعث وعطاه الصورة الحالية لمعارض دبي لذلك نعتبر أن نحن مشاركين في معارض دبي ولا بس يعني معارضين شكرا جزيلا لك إذن حبيب فقيه رئيس طائرات إيرباس النفاذة الخاصة برجال الأعمال وحديث حول القطاع من معارض دبي الدولي للطيران